بعد صد ونفرة واختلافي جاء عهد الإيلاف والإئتلافي تنشيط سبل الحوار بين فئات المجتمع لإحلال السلم الاجتماعي وفتح قنوات التواصل لترسيخ مفهوم الاختلاف الصحي هي أبرز أهداف المؤتمر العلمي الأول حول الاهتلاف وآداب الخلاف نحو استشراف حياة مجتمعية معتدلة والذي نظمته كلية الأذاب والعلوم بقسر الخيار واحتضنته قاعة المناض البشير السعداوي بمدينة الخمس المقصود بهذا المؤتمر أو الهدف منا بطريقة أوسعهم التوعية البحاث وطلاب العلم وتقديمهم لهذه الأطرحات لكي يتم تطبيقها في أرض الواقع المؤتمر شاهد مشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين أثر النقاش بورقات علمية قطت محاور المؤتمر الذي ركز طيلة فعاليته التي امتدت ليومين على تباين الإطار العلمي والديني لفكرة الاختلاف وتوحيد الرؤى بين فئات المجتمع لإيجاد قاسم مشارك يحقق مصالح المجتمع وكل فئاته دون استثناء لأحد وأن تكون ثقافة للخوار بديلا عن ثقافة الحروب والنزاع خلافاتنا التي نجري الآن وندور حولها هي خلافات للأسف الشديد هي بسيطة ولكننا اتطورناها دخلت فيها مسارب سياسية وطائفية ومذهبية فأصبحنا الآن في مشكلة كبرى جاء هذا المؤتمر بعون الله ليحدد الفرق ليفصل بين الخلاف والاختلاف مجهودات علمية تسعى لتشجيع ثقافة الاختلاف ونبذي أسباب الخلاف عن طريق رؤى حوارية تتخذ من الموروث الاجتماعي وديني بوصلة لها لتجاوز المرحلة وإيجاد تصور شامل يسهم في استشراف ليبيا المستقبل ترجمة نانسي قنقر